تركيال الشيخ أعلن عن نفاذ تذاكر مباراة الهلال والنصر أول مباراة انتهت تذاكرها الهلال والنصر عاشت فرقنا خلصوا وهذه أول مباراة خلصت تذاكر بس لسه طلعوا شوي بعد على بعض المباريات اليوم التذاكر المباريات طبعا مباراة كاس موسم الرياض راح تبدأ أسعارها من 375 ريال في بعض الناس تتكلم عن أسعار التذاكر بس في نقطة راح أعملوا حسابكم كلما صغرت الملاعب كلما استذاكرت أفعت خليها دائما مربوطة عندك وكانت تذاكر جميع مواجهات كاس موسم الرياض وعيد طرحها اليوم بعد أن تم تأجيلها أمس لـ 24 ساعة بسبب الإقبال للجماهير الكبير اللي شهدته منصة وي بوك من مقرر انطلاق البطولة 29 يناير الجاري في الرياض على أرض ملعب المملكة أرينا وعلى ذكر هذا طبعا جدول كاس موسم الرياض الاثنين 29 يناير الهلال مع أنتر ميامي بعدين يوم الخميس 1 فبراير النصر مع أنتر ميامي يعني كريستيانو مقاة أمام ميسي يوم الخميس 8 فبراير الهلال السعودي مع النصر السعودي طبعا البطولة تحسن بالنقاط الأمير الوليد بن طلال العضو الداعم لنادي الهلال يقول غرد اليوم يقول معقل الهلال المملكة أرينا ملعب المملكة جاهز ملعب المملكة يعني ملعب الهلال ملعب عظيم هلال عظيم أهم نقطة قالها أي أمر للهلال ما في إلا أبشر عبدالله المسند عقبال ما يقول لك أبشر عقبال ما يقول لك أبشر الله كريم حظر الهلال أول شيء هذا معروض إيوه إيوه قدم معروضك انتبه يا أبو خالد يا أبو خالد انتبه العبدالله المسند حظر الهلال عنده من الوليد بن طلال من سنوات طويلة هو الداعم الأول يعني صدقات الهلال خاصة صدقات أخيرة يتكفر فيها صاحب سنوات الملك الأمير والد بن طلال محب وعاشق نادي الهلال أن حتى الرئيس في عبد النافل أتى من المملكة القابضة فأعتقد أن الوليد بن طلال هو عيقونة نادي الهلال استمرار الهلال في البطولات استمرار وهذا الفكر بدعم الكبير الوليد بن طلال اليوم ودائما ودوم نرى الأمير أبو خالد داعم نادي الهلال داعم معنوي داعم مادي استمرارية امبراطورية الهلال في حفظ البطولات تجد خلفها صاحب سنوات الملك الأمير الوليد بن طلال أعتقد الهلال لسنوات طويلة سيستمر هو من يتسيد المشهد في الكرة السعودية والكرة الآسيوية المبروك لهلال وجود الأمير الوليد بن طلال المخرج يضغط علي قولي انتهى الوقت شكرا لك عماد السالمي شكرا لك شكرا لأحمد الفيد شكرا حبيبي بودر أعطيك العافي عبدالله المسند تشكرات شكرا ببادر عبدالله فلاته شكرا لك غدا موعد آخر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر شكرا لك